مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب وبنرحب أيضا بكل مدخلاتكم وبكل أيضا تواصلكم معنا سواء تواصلكم في برنامج عبر الكتاب أو تواصلكم لكل برامج قناة الحياة قال الرب يسوع له كل المجد على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ولأكثر من ألفين سنة وما زالت كنيسة المسيح تنمو وتزداد لم يؤثر فيها الاضطهاد بالرغم من استشهاد الملايين عبر العصور وفي أماكن مختلفة لم يؤثر فيها الإسلام الذي حاول أن ينتشر بنشر الرعب والإرهاب في الربوع المسيحية في العالم كله لم يؤثر فيها الإلحاد بكل أفكاره ونظرياته التي خرجت الله بر الحياة بمجمالها لكن يطل علينا من وقت الآخر البعض من يظنون في أنفسهم أنهم يستطيعون بسؤال واحد أن يهدموا الإيمان المسيحي ولا نملك إلا أن نضحك فمن يستطيع أن يهدم الإيمان المسيحي الذي واجه كل أنواع التحديات والإتحاد والأسئلة والنقد وخضع لكل مدارس النقد المختلفة التي لا يجرؤ أبدا الإسلام أو القرآن أن يخضع له لكنه صمت وما زال وما زال الإيمان المسيحي ينتشر وما زال كثيرون حول العالم يقبلون المسيح الذي يغير حياتهم وينقلهم من الظلمة إلى النور لكن عنوان حلقة اليوم هو أسئلة يعجز عن إجابتها المسيحيين أسئلة أعتقد المسلمين أن المسيحيين لا يستطيعون أن يجيبوا عليها مع أن الإجابات موجودة وقدمت مرات ومرات ومرات وموجودة في كتب وموجودة في كتب شرح الإيمان المسيحي وموجودة في كتب التفاسير وموجودة على الإنترنت وموجودة في كل مكان لكن يطلع لنا من وقت للتاني زي ما قلت واحد كده يفرد عضلات ويقولك السؤال الذي يهدم المسيحية بجد طب أنت بسيط على نفسك في المراية قبل ما تقول السؤال ده الأسئلة التي يحجز عن إجابتها المسيحيين Are you serious؟ أنت بتتحك على مين؟ يعني ويجي واحدين أتحداكم أن تجيبوا على هذه الأسئلة سدقوني الواحد لما بيسمع الحاجات دي أنا مش بس بستغرب أنا بس كمان يعني بحط علامات استفهام على مدى زكاء هذا الشخص خلوني أنا جمعت كده في فيديو ثلاث حاجات بسط نشوف الفيديو وبعدين ناخد بعض الأسئلة التي يظن المسلمون أن المسيحيين يعجزون عن الإجابة عنها أسأل هذه الأسئلة ولم أجد إلى اليوم أحدا يجيبني عليها سؤال واحد فقط وهو سؤال بسيط جدا لكنه مع ذلك يهدم المسيحية تماما أن أسئلة لن يستطيع أي مسيحي أن يجيب عنها شر البلية ما يضحك زياني بيقوله أسئلة لا يستطيع المسيحي أن يجيب عنها ولم أجد إجابة عنها حتى الآن طب أنت دورت يا زغبي على الإجابة وما لقيت شي يعني وسؤال واحد يهدم المسيحية كأن المسيحية دي مثلا يعني فكرة كده طلعة ملهاش صاحب ملهاش أساس ملهاش جوهر ويجاي واحد فرد عضلاته ويقولك أنا سؤال أهدم المسيحية طيب إيه بقى الأسئلة اللي بترحى هؤلاء وغيرهم وهم على فكرة بيكرروا بعض يعني تلاقي ده مقتبس من دون أو دخلونا ده سؤال من دون وسرقين الأسئلة من بعض وهم كمان مش أصحاب الأسئلة الأسئلة دي موجودة في كتب نقضي كثيرة ومليان أيضا المكتبات بكتب ردود عليها بلغات مختلفة لكن خلينا نمشي معاهم واحدة واحدة إيه بقى السؤال اللي بيكلمنا عنه السؤال الذي يهدم المسيحية والأسئلة التي لا يستطيع المسيحي أن يجيب عليه والغريب يقولك أتحدى أتحدى هم كلهم عايزين يعني شو كده مجرد يزهروا أنفسهم السؤال الأولاني خلينا حط السؤال الأولاني إيه بقى السؤال الأولاني خليني بس ما عليش كده آه آه دي السؤال الأول إيه بقى السؤال الأول السؤال الأول أنا عحطه بالصيغة اللي أنا سمعته بها من أحد هؤلاء الدعات بيقول بنقرأ في رسائل الرسول بوليس عبارة نعمة لكم وسلام من الله الآب والرب يسوع والعبارة دي آه فعلا موجودة في معظم الرسائل وموجودة مرات ومرات كثيرة نعم لكم وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح إيه بقى السؤال اللي هو استنتجه من هذه العبارة وهيهدم بالمسيحية وملهوش إجابة نسمع بعض نشوف مع بعض السؤال يقول إيه بقى لماذا يوصف الآب بالله كويس فيه هنا واحد واخد باله من الكلمات لماذا يوصف الآب بالله والمسيح بالرب من المعروف ده بحسب فجر من المعروف أن معنى رب هي معلم فقال له ربي أي معلم أنا هو أستخدم آية فيها ربي يعني يا معلم فاعتقد أنه كل الآيات اللي فيها ربي تعني يا معلم لماذا لماذا صرح بوليس وقال الله الآب لكنه لم يصرح ولو مرة واحدة أنا بحط الكلمات اللي هو ألا لم يصرح ولو مرة واحدة الله الله يعني شخص باين عليه آري ودارس وباحث ومضقق في دراسته للكتال المعدس واكتشف أنه ما فيش ولا مرة أن المسيح توصف بيها بالله لكن المرات كلها اللي جد بالعهد الجديد بيتكلم فيها عن المسيح قال المسيح الرب وبما أن المسيح كلمة الرب يعني يا معلم بحسب فكره طبعا بقى كلمة الرب بمعنها يا معلم فبالتالي المسيح ليس رب وليس هو الله هو مجرد معلم لماذا أطلق بوليس لفظ الله على الآب ولم يطلقه على المسيح أو الروح القدس سؤال كويس يعني احنا المفروض نشجعه على طرح مثل هذه الأسئلة اللي يعني بتحتاج إلى مجهود كبير لسياغتها وكمان للإجابة عنها طيب عندكم إجابة يا مسيحيين أنا أتحدى مسيحي يأتي لي بإجابة ولك أتحدى مسيحي يقول لي أن المسيح وصف بالله في الكتاب معدس فكل المرات يقول الله الآب لكن من لقيش الله الابن أو المسيح الله كويس ده السؤال فأحنا طبعا في زنق أحنا في ورطة يعني هنعرف نجاوب عليه ولا مش نعرف نجاوب عليه يعني هل في إجابة على مثل هذه الأسئلة لأنها أسئلة هو بحسب فكره يعجز المسيحيون عن الإجابة عنها طيب هذا السؤال مبني على فرديات خطيئة وجهل بالمكتوب ما هما يبنى على باطل فهو باطل وفي نفس الوقت مبني على جهل بالمكتوب أقول لحضراتكم إزاي أول حاجة فرضية أن لقب الرب يعني فقط يا معلم فرضية خطيئة وأنا هسبت الكلام ده أنا بس بحط الأول فرضيات وبعدين هشرح إزاي هذه الفرضيات غلط فرضية أن لقب الرب كوريوس يعني فقط يا معلم هي فرضية خطيئة هي في مرات استخدمت الكلمة بمعنى يا معلم لكنها في مرات كثيرة وفي الفكر اليهودي بالأخص هي لا تعني يا معلم هي تعني أكتر من كده الفرضية التانية فرضية أن المسيح لم يلقب بالله في العهد الجديد فرضية خطيئة يعني السائل بيكلم بالمطلق إنه لا يوجد آية في العهد الجديد لقب بيها أو فيها المسيح بالله هو اللقب بالرب هذه الفرضية أن المسيح لم يلقب بالله في العهد الجديد فرضية خطيئة وأنا هجيب لك آية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة رقم سبعة ده رقم الكمال لكي ما أثبت أن هذه الفرضية فرضية خطيئة وأنه لطرح هذا السؤال يثبت أولا من خلال طرحي لهذا السؤال جهله بالمكتوب جهله بالمكتوب جهله بكلمة الله جهله باللهوت المسيحي وفرضيات مخترعها هو من دماغه كلها خطيئة ولأن هذه الفرضيات خطيئة فالاستنتاج بكل تأكيد يكون خاطئ هو فرض فرضيات خطيئة فهو وصل إلى فرضية خطيئة أن المسيح ليس هو الله المسيح هو رب معلم لأنه بنى هذا الاقتناء على فرضيات خطيئة فما يبنى على باطل هو أيضا يعني هو باطل ده بس كده مقدمة طيب المسيح الرب المسيح الرب يعني إيه المسيح الرب لما الكتاب المعدة تقول والرب يسوع المسيح ماذا تعني هنا ماذا يعني هنا أن المسيح هو رب أول حاجة أول حقيقة وممكن المخرج بس يطلع علينا على الشاشة أول حقيقة بنشوفها لأي دارس لأي دارس للكتاب المقدس وانا هنا يعني حيب أن الأخوة المسلمين يتعلموا أنه لما يقول حاجة يقولها عن دراسة وعن وعي الإسم أو اللقب الرب كوريوس يمكن أن يستخدم للتعبير عن الاحترام والتقدير ده مرات به كده يا سيد وهو أيضا اللقب يستخدم العبد في الإشارة إلى سيده ده حقيق ده واضح في الكتاب المقدس ودى النصوص الكتابية متى 13 ومتى 21 ويوحن 4 يعني ممكن الكلمة دي تشير إلى الاحترام وممكن تشير إلى السيد لما العبد ينادي سيده بيقوله كلمة الرب أو السيد لكن من الناحية الأخرى وده بقى لي اللي المسلم مش بيحاول يجي جنبه وما يهمهوش النقطة دي بس هي النقطة دي هي مربض الفرح الفرس لكن من الناحية الأخرى استخدمت استخدمت الترجمة السبعينية وهي ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية اللقب كوريوس لترجمة اسم الرب يهوى عندنا في العهد القديم في إلهيم وفي يهوى كويس لما جم يترجمه العهد القديم إلى اللغة اليونانية في كل مرة في كل مرة وردت فيها ورد فيها الاسم الذي هو اسم الرب اسم الرب الذي أعلنه عن نفسه في العهد القديم يهوى في كل مرة كان فيها أمام المترجمين اللقب يهوى أو الاسم يهوى كان بيتشال ويتحط مكانه الكلمة اليونانية كوريوس التي هي الرب تمام فقد وردت كلمة كوريوس في الترجمة السبعينية أكتر من 6800 مرة لهذا فإن كل العارفين طبعا اللي مش اللي سأل السؤال لأنه ما يعرفش الموضوع ده لهذا فإن كل العارفين والمتكلمين باليونانية من اليهود يعلمون أن كوريوس هي ترجمة لإسم الرب يهوى كوريوس الرب هي ترجمة ليهوى ويهوى هو اسم الرب أهيا الذي أهيا هذا هو اسمي وهذا هو ذكري للأبد فلما يجي الكتاب العهد الجديد كويس ويستخدم الرب والرب يسوع المسيح هو لا يقول هنا أن المعلم المسيح هو يقول يهوى المسيح وأول من استخدم هذا اللقب للمسيح نفسه كانت جوقة الملائكة في العهد الجديد يقول كتاب كده لما زهرت الملائكة للرعاة ويخبروهم بالأخبار السر قالوا لهم أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود المسيح الرب المسيح الرب كريستوس كوريوس المسيح الرب المسيح يهوى كمان لما جات مريم العدراء لزيارة اليسابات امرأة زكريا أم يحن المعمدان ويقول لنا الكتاب بمجرد أن مريم دخلت إلى بيتها دخلت بيت زكريا وسلمت على اليسابات ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت اليسابات من الروح الكدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمر بطن فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي تجسد طيب أخذ الأخ متى وهكامل مع حضرتكم من العرق ألو ألو سلام المسيح أهلا بيك ربي بارك خدمتك شكرا لك حبيبي ربي بارك أنا آشف يمكن هاي المداخلة الثانية لا بالعكس بالعكس ده نحن نبسط بمداخلة حضرتك معنا طبعا ربي بارك أنا بس في مداخل تهاي راح أتكلم على موضوع المريميين أنا آسف يمكن راح حط الموضوع مع الحلقة لكن لأهمية الموضوع أنا اتصل اليوم بالنسبة الموضوع المريميين في الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع ترقيعي وذلك لسد العجز والسقوط القرآني في سورة المائدة الآية 116 وسورة الجن الآية ثلاثة وسورة أن عامل آية 101 طبعا هذا يؤكد شيء أن كاتب القرآن هو بشر سواء كانت الفكرة جهلا أو هي شيطنة للمسيحية لتبرير الغزو والغنائم والسبايا كما قلت في المداخلة السابقة المريميين لا يوجد لهم وجود في المصادر الكنسية سواء قبل الإسلام أو حتى في مراحل الإسلام الأولى والشيء يؤكد هذا الكلام أننا في المصادر الإسلامية في القرون الأولى الإسلامية مثلا تفسير مقاتل لم يذكر لنا عن المريمين أي شيء وإذا تقدمنا حتى إلى القرن الرابع الهجري لم نرى أي تفسير لا يتكلم عن المريميين أول أول ظهور لسد هذه الثغرة والسقطة الكبيرة التي هي اعتبار الثالوث كما يسمى المريمي أنه الأب والأم والابن ظهرت في القرن الثالث عشر الميلادي في القرن السابع الهجري تحديدا بشخص يدع أبو الثناء الآلوسي له مؤلف اسمه روح المعاني في تفسير القرآن والسبق المثاني أنا آسف ممكن سأحق بوقتك سواني أخمت لأن المشاهدين لا يتهوش أنت حضرتك بترجع للحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات اللي فيها كنا بنتكلم أنه إزاي الفكر الإسلامي عنده مفهوم خاطئ عن المسيحية أنه نحن نعبد ثلاثة آلهة وأنه كمان أنه زي الله يكون له ولد ولم يكن له صاحبة صح أجل فنرجع للنقطة دي فالتفسير لسورة المائدة الآية 116 اللي يتحدث في هذا السياق أن المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة هي مريم والله والمسيح يبدأ تفسير لهذا الشخص وهذا أول تفسير في الإسلام يتحدث بهذه النقطة أو يتحدث عن هذه الإشكالية وسأقتبس من ناص من المجلد الأول الصفحة 787 ويقول هنا الكاتب اللي هو الآلوسي واستشكلت الآية بأنه لا يعلم أحد أن من النصار اتخذ مريم عليها السلام إلها وأجيب عنه بأجوبة هنا البداية ليس لديه أي جواب قاطع عن الموضوع فهو يستجه يعني يجيب بإحتمالات فالإحتمال الأول هو كما يقول الأول إنهم لما جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلها لزمهم أن يجعلوا والدته أيضا كذلك لأن الولد من جنس من يولده فذكروا إلهين على تطريق إلزام لهم يعني هو لأنه هو إله فأنا لازم العذراء تكون إله أيضا يعني مغالطة مغالطة فكرية مئة بالمئة الثانية أنهم لما عظموها يعني يقصد العذراء أنهم لما عظموها تعظيم الإله أطلق عليها اسم الإله كما أطلق اسم الرب على الأحبار والرهبات مغالطة وسقطة منطقية وغلطة يعني كارثية يعني نعم ما بعرف هذا التالث وهنا موضوع المريمين أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال ذلك من فيهم ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر الإمامي عن بعض النصارى أنه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم المريمية يعتقدون في مريم أنها إلهة وهذا كما كان في اليهود قوم يعتقدون أنه عزير ابن الله وهو يعني هذا التفسير هو أولى الأوجه عندي يعني هو ما دا يعرف ودي فسر من عنده ودي يتقول أشياء ما موجودة يعني هذا التفسير الوحيد في التفسير الإسلامية الموجود الذي يذكر المريميين غير هؤلاء لا يوجد حتى القرطبي حتى القرطبي الذي جاء في القرن السلام السيد الهجري لم يذكر هذا الشيء أو ذكر بشكل مقتضب بس لم يذكر المريميين فإذن الموضوع هو موضوع سقطة كبيرة وهناك ترقيع يأتي لكن المشكلة المرقع لا يستطيع أن يغفل حقيقة وهي زي من حضرتك قلت هي فعلا فكرة شيطانية لتشويه الإيمان المسيح ليس إلا أشكرك دكتور أشرف رب يباركك وبنسعد دائما بمدخلتك معنا ربنا يباركك يبارك دراستك أرجع تاني إلى النقطة أنه لما الكتاب وقديس بيوصف المسيح بالرب مش بيقول عنه أنه مجرد معلم لكن لما بيوصف المسيح بالرب وبيستخدم اللقب كوريوس لقب كوريوس هو ترجمة ليهوى العهد الأديم حاجة تانية لما بدأ يحنى المعمدان خدمته لما بدأ خدمته مناديا بالتوبة والرجوع للرب كانت خدمة يحنى المعمدان تحقيقا لنبوة ذكرت سبعمائة سنة قبل مجيء المسيح ذكرت أشعياء لما تكلم الرب عن يحنى المعمدان أنه هو الذي سيأتي لكي ما يمهد الطريق أمام الرب فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل صوت صارخ فالبرية أعد طريق الرب يعني يحنى المعمدان أتى لكي ما يعد طريق الرب صح وده اقتباس من أشعياء أربعين فهو يعد بخدمته طريق الرب ونحن نعرف أنه اسم الرب في العهد القديم هو يحوى يعني هنا اللغة الأبرية دارخ أدناي أو دارخ يحوى طريق الرب طريق الرب يحوى طبعا يحوى هنا لا تنطق لكن دايما ننطقها أدناي لكنها مكتوبة يحوى الكلمة المتجسد الله الظاهر في الجسد period نقطة ما يجيش واحد يقول لي أصل الرب تعني يا معلم فبالتالي بوليس الرسول كان يقصد في كل المرات التي كتب فيها الرب يسوع كان يقصد أن الرب يعني يسوع المعلم كمان الرب يسوع خلال حواره مع اليهود عن طبيعة شخصه وعن علاقته بداود قال هذا السؤال ماذا تظنون في المسيح الرب يسوع سأل المعلم اليهود ماذا تظنون في المسيح ابنه من هو قالوا له ابن داود هو طبعا ابن داود بحسب الجسد قال لهم أنا عندي سؤال بقى أسأله لكم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه وهنا اليهود ما عرفوش جاوبه لأن فكرهم فكرهم زي المسلمين أن المسيح هو ابن داود بحسب الجسد لكن لم يروا الآيات الأخرى الكثيرة ونبوات الكثيرة التي تتكلم عن طبيعته ولهوته فحطهم قدام نص قالوا داود بألف سنة قبل التجسد لما تتكلم عن أنه إزاي ابن داود هو رب داود فكلمة رب مش معناها بس معلم هذه الحقيقة أكدها أيضا رسول المسيح في إعلانهم أن يسوع المسيح هو رب يقول بوليس الرسول يقول لهم كده وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى نهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح مش في يوم معلمنا يسوع المسيح دا المجيء الثاني اللي فيها يعلن مجدو ربنا يسوع المسيح ويقول أيضا في نفس الرسالة لذلك أعرفكم إن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أنا ثيمة وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح الكدس هي دي محتاجة الروح الكدس آه طبعا لأنه لو معلم أنت مش محتاجت الروح الكدس عشان تقول يسوع معلم ما المسلمين بيقولوا يسوع معلم ومش معلم عندهم الروح الكدس لكن علشان تقبل المسيح الرب يهوى الكلمة المتجسد أنت تحتاج إلى الروح الكدس الذي يفتح بصيرتك ويفتح قلبك ويعطيك استنارة لكي ما ترى يسوع كلمة الله المتجسد ده اللي بيقولوا كتاب فأول فردية أن كلمة معلم أو كلمة سي رب سوري أن كلمة رب تشير وتعني يا معلم هي فردية خاطئة فردية خاطئة إذا طبقت على الفهم اليهودي والترجمة السبعينية وكلام الرب يسوع في الأنجيل وأيضا كلام الرسل كاتب العبرانين بيأكد الحقيقة دي بيقول لنا إيه بيقول لنا عن الرب يسوع وأنت يا رب بيكلم عن الرب يسوع بيقول وأنت يا رب في البد أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك هي تبيد وأنت تبقى وكلها كثوب تبل وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى كلم عن مين هنا كلم عن المسيح والنص ده اقتباس مباشر عن يهوى في العهد الأديم من مزمور 102 ويقول لنا أيضا عن يسوع المسيح في عبرانين 13 يقول لنا يسوع المسيح هو أمسا واليوم للأبد ومين أمسا واليوم للأبد يعني أمسا واليوم للأبد يعني الكائن والذي كان والذي سيأتي طب مين هو الكائن والذي كان والذي سيأتي هو شخص رب وحده عاش كده الإخوة المسيحين اللي بيسمعوني لا لا يعني لا تصدقوا كلام مجرد اتهام باطل بأن المسيح هو مجرد معلم لأنه ده من لهش أساس والإيمان المسيحي كله على بعضه من ألفين سنة مبني على أن المسيح هو كلمة الله المتجسد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة هو الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا عشان كده لما يقول أن يسوع المسيح هو أمس واليوم والأبد هو بيقول لنا أن يسوع المسيح هو يهوى بيقول لنا أن يسوع المسيح هو يهوى وعشان كده بيقول لنا أن يسوع المسيح الذي هو يهوى الكائن والذي كان والذي سيأتي هو أيضا ملك الملوك ورب الأرباب ملك الملوك ورب الأرباب طيب يبقى كده اتكلمنا عن ايه عن انه الفرضية الاولانية اللي بان عليها السؤال فرضية خاطئة وهي ان الرب في الفكر اليهودي وفي عند اليهود وفي الترجمة السبعانية وكل المتعارف عليه من كراء اللغة اليونانية واللعبرية يعلمونا ان الرب هي ترجمة اليهو والاجل هذا في العهد الجديد وفي الاناجيل وفي رسائل العهد الجديد يسوع المسيح هو رب معناها يسوع المسيح هو يهو طيب اجي بقى للسؤال الصعب اللي هو تكملة يقولك اتحدى اتحدى مسيحي يأتي بآية فيها يقول العهد الجديد ان المسيح هو الله طيب انا لو جبتلك سبع ايات تترك الاسلام يعني تطلع كده وتقول انه انا غلطان يا جماعة ده تطلع فيه ايات وانا مش عارفها طيب هل فيه ايات بقى في الكتاب المؤدس في العهد الجديد بتقول ان المسيح هو الله انا عندي هنا في كتاب المسيح من هو الجزء اللي هو النسخة الكاملة يعني 550 صفحة فيه فصل كامل عن اثباتات لهوت المسيح منها منها انه زي المسيح له اسماء الله ومن ضمن هذه الاسماء الله نفسه بس هو ايه كان ما ارهاش الكتاب ما اعرفش عنه حاجة طيب المسيح الله استخدم العهد الجديد اسم الجلالة الله وباليونانية فيوس الوهيم الوهيم في العبري يترجم دايما على انه فيوس ويهوى في العهد القديم يترجم ايضا كوريوس الرب كويس فهل استخدم العهد الجديد لفظ الجلالة الله للاشارة الى شخص يسوع المسيح اقول لك نعم والف نعم وعلى الاقل سبع مرات سبع مرات هذه المرات هناخدها واحدة واحدة يوحنى واحد واحد يوحنى واحد تمنتاشر يوحنى عشرين تمانية وعشرين رومية تسعة خمسة تيتوس اتنين تلاتة بوترس التانية واحد واحد وعبرونيين واحد تمانية طيب اخد مدخلة الاختة ام معماد من امريكا الو الو ايوة اهلا وسهلا بحضرتك ازاك يا دكتور اهلا وسهلا اخت ام معماد اهلا بيك عارف المثل اللي بيقول لك واحد شايل دان والتاني تعبان ليه عارفه طبعا احنا يعني انا كمسيحية وطبعا غير ملايين انا مبسوطة اوي اوي كده بالتجسد اللي الله ظهر في الجسد بالفجاء اللي عملهون على الصليب يقولوا شبه ما شبه احنا مالنا ومالهم ده ايماننا وده الايمان اللي احنا ربنا يثبتنا عليه مؤمن الزعزحش عنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد يفسروها بقى لوجس كلمة مش عارف ايه بس ده ايماننا وان شاء الله عمرنا هزهزع عنه يقولك شبهها لهم مش عارفين يوصفوها حتى شبهها لهم يعني ايه جايين بعد الاف السنين الناس كانت تحت الصليب فعلا ويقولك شبهها لهم خليهم هم حرين لغاك ربنا ما ينور طريقهم انا بنصال ان ربنا يفتح القلوب والاسهان امين امين يعني بنقدم كلمة ربنا وبنشرحها اه وعلى فكرة يا دكتور اشرف من غير مقطعتك هو ربنا بيعمل ربنا بيعمل ده يعني العابرين بالملايين بيضوروا لان في ناس كتير بتدور على على نهايتها يعني واحدة تقولك انا مش عاجبني ايه الجنة واحد يقولك مش عاجبني ايه الجنة في الاسلام فبيضوروا ايه وربنا بيجيب دلوه وقال لك ليه خراف اخر صح 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 شكرا اه شكرا كتير لك ربي باركك فانا عندي سبع مرات على الاقل اللي بقول انا على الاقل نصوص ستريت فورورد زي نسميها واضحة لا محتاجة تأويل ولا محتاجة لف ولا محتاجة دوران يعني لا يقراها مباشرة هيفهم فيها طيب ناخد اول شاهد يقول لنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة ايه تيوس الله وكان الكلمة الله يعني المسيح والله ما عرفش هل دي تحسب ولا ما تحسبش طبعا هيقولك دي اصلها مفهاش اداة التعريف ودي شرحناها وشرحاها كتب كثيرة جدا وانا مش هشرح انا عايزه بس هو يتعب شوية ويرجع ليه تفسير لهذا النص لكي ما يعرف ان المقصود هنا هو الله في البدء قبل ان يكون البدء كان الكلمة موجودا والكلمة موجودا عند الله فالله لم يوجد يوم من الايام بدون كلمة والكلمة هي نفس طبيعة الله وكان الكلمة الله ادي واحد الشاهد التاني الله لم يره احد قط الابن او الله بعد النصوص الابن وبعد النصوص الاخرى حتى الله الابن الوحيد الله الوحيد او بحسب الترجمة بحسب الترجمة الانجليزي the only one himself god the only one himself god الذي هو في حدن الاب هو خبر وهنا theos theos لفظ الجلالة الله لم يره احد قط الله الوحيد الذي هو الكلمة الذي هو في حدن الاب منذ الازل والى الابد هو خبر هو الذي اعلن عن الاب لا احد يعرف الاب الا الابن ولا احد يعرف الابن الا الاب ومن رأاني فقد رأى الاب ده شاهد رقم نين شاهد رقم ثلاثة اجابة ما وقال ربي وإلهي اديها يفصرها ازاي دي يعني قال له كده قال له انت كوريوس وانت ايضا theos انت ربي يهو وانت الهي الرب الاله يعني توما فهم يعني توما ادرك مين هو يسوع المسيح ادي لفظ الجلالة لفظ الجلالة وصف بالمسيح طبعا هو يحاول باستمات يلف ويدور ويعجن ويطلع من يحاول يجي الطريقة انه لا 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 اصله ما ينفعش انه يكون بيقول انه هو هو الله ما ينفعش لفظ الجلالة ما انه النص واضح ولا يحتاج الى تأويل دي رقم ثلاثة بلاش اعمل رقم اربعة عشان ايه ما يقولولوش انه ده بيعمل رقم ربعة لكن رقم اربعة في رمية خمسة تسعة يقول ولهم إلها مباركا إلى الأبد أمين ده بوليس اللي هو بيقولك في السؤال لماذا بوليس لا يستخدم لفظ الجلالة للمسيح أهو بوضوح ولهم الأباء ومنهم المسيح حسب الجسد المسيح حسب الجسد هو كائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد وباليوناني ثيوس إلها الله رمية خمسة تسعة دي رقم أربعة رقم خمسة يقول كده في تيتوس هذه الآية الجميلة منتظرين الرجاء المبارك وإحنا كمؤمنين منتظرين إيه مجيء المسيح منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح هنا مش بتكلم على إن الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح لا مجد الله العظيم الذي هو مخلصنا يسوع المسيح يعني المجد الإله العظيم ده هو نفسه مجد يسوع المسيح المخلص هو مجيء شخص واحد خلصنا يسوع المسيح الآية رقم ستة سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا أو بيكلم عن مين مين بر إلهنا ده ده بر المسيح الذين نالوا معنا إيمانا مساويا ببر يسوع المسيح هنا بيقول ببر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلهنا هو نفسه مخلصنا يسوع المسيح الآية رقم سبعة وَأَمَّا عَنْ الْإِبْنِ عبرانين واحد وَأَمَّا عَنْ الْإِبْنِ كُرْسِيكَ يَا أَلَّهِ بيكلم الْإِبْنِ هنا هو مين الْإِبْنِ هنا كلمة المتجسد يقول له كده كُرْسِيكَ يَا أَلَّهِ هو كُرْسِي مين ده كُرْسِي الْإِبْنِ كُرْسِيكَ يَا أَلَّهِ إِلَى دَهْرِ سبعة أنا معرفش يعني الإخوة المسلمين اللي يقول لك بوليس لم يذكر ولا مرة واحدة ولا في العهد الجديد ولا مرة واحدة المسيح لقب يا باب الله طبعا هو بيتكلم عن جهل هو مسكين أنا مش بيكلم على الجهل البصير لا لا أنا بيكلم على الجهل المعرفي حتى لأنه هو 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 لا يا إما مش عايز يدرس يا إما مش عايز يعترف يا إما كل الهدف اللي عنده هو أنه يخدع ويكذب ويقدم أمور غير حقيقية ويجي في الآخر يقول لك أتحدى أتحدى إحنا ده كله على فكرة في السؤال الأولاني أنا ليه خدت الوقت ده كله في السؤال الأولاني علشان ما يطلع ليش واحد مش دارس ومش عارف ويقول لك أصل يعني أنت أجابت إجابة سريعة لا لا أهو أنا قدمت الأدلة على أنه الرب تعني يهوى وقدمت أيضا الأدلة على أنه العهد الجديد وصف المسيح بلفظ الجلال الله ومش مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة طيب ده السؤال الأولاني فيه بقى سؤال عجيب جدا سؤال بصراحة يعني ينم على أنه واحد هو مش عايز يغير فكرة هو عنده فكرة معين فبيحاول أنه يلوي أي حاجة تانية علشان تخدم فكرة سؤال التاني السؤال الذي يهدم المسيحية على فكرة نحن نصلي لأجل أن يفك الرب كربه ويخرجه من السجن ويرده إلى أسرته لكن الأهم من ده كله أنه رب يفك الظلام الروحي ويطلق نفسه حرة ويحرره من كل قيود وضعها شيطان على قلبه وعلى فكره سؤال يهدم المسيحية وكأنه زي ما قلت المسيحية مجرد فكرة كده طلعت شيطانية بنت ليلة وبنت نهار وخلاص وانتهت ولا يعلم أن المسيحية مؤسسة على حقائق ثابتة تاريخية وإيمانية إيه بقى السؤال الذي يهدم المسيحية شوفوا بقى السؤال بقى تلف إزاي يعني ها يتلف بطريقة إزاي قال المسيح السائل بيقول قال المسيح وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب كويس طبعا لما سأل سؤال عن إزاي المسيح ما يعرفش قدمت إجابات كثيرة فأيحاول إيه إنه يخرج برى الإجابات دي ويفكر بطريقة برى السندوق يقول لنا بقى إيه أنتم المسيحيون تؤمنون بالثلوس الآب والإبن والروح الكدس طبعا أمين لكن في هذه الآية يقول المسيح لا أحد يعلم إلا الآب هذا معناه أن الإبن لا يعلم وكذلك الروح الكدس لا يعلم وأنتم تقولون أن المسيح في توضعه وتجسده لا يعلم لكن ماذا عن الروح الكدس هل الروح الكدس لا يعلم ساعة مجيء المسيح وبهذا لا يكون الروح الكدس الله وإذا لم يكن هو الله فعاقدة الثلوس تسقط مع أنه نص ما بتجيبش أي سير للروح الكدس ومش ده الموضوع الأساسي لكن هو حابب يتعن فين يتعن في الثلوس قال لك بما أن الكتاب يقول إلا الآب فمعناه ما فيش حد تاني خالص بما فيهم الروح الكدس وبما أن الروح الكدس لا يعلم ساعة مجيء المسيح يبقى أيضا الروح الكدس ليس الله وبكده ما يكونش في حاجة اسمها الثلوس الآب والابن الروح الكدس زكي يعني سؤالي أنه معنى الزكاة معنى السؤال ده موجود في كتب أيضا وهو نقله من كتب كثيرة لكن خلم هذا السؤال أيضا مبني على فهم خاطئ لكلمات الرب يسوع فالمسيح لم يتضمن بكلامه أي إشارة عن روح الكدس الحاجة بقى المسلم أوقات كتير ما بيعرفهاش أنه إيمان المسيح عن المسيح وعن الروح الكدس وعن الله مش مبني على آية ومش مبني على وجوده في آية أو عدم وجوده في آية أما ليه ده مبني على إعلان الله الكامل مبني على التكوين للرؤية 66-0 فالإيمان المسيح العقائد المسيحية الأساسية مبني على إعلان الله في كل الكتاب المقدس في عهد بعهديه القديم والجديد فمنفعش تهدم عقيدة على أساس آية ومنفعش تبني عقيدة على أساس آية لازم تشوف الإعلان الكامل كله النقطة الأساسية في كلام الرب يسوع هي أنه لا أحد من البشر ولا أحد من الملائكة وهي فئة أعلى من البشر ولا حتى الإبن في اتضاعه وتجسده فالمقارنة هي بين الله الآب في مجد وبهاءه وبين الإبن الذي اتضع وبقية المخلوقات ما فيش علاقة بالروح الكدس خالص وعدم ذكر الروح الكدس ليس معناها أن الروح الكدس لا يعلم الحاجة بقى الأساسية اللي بجاوب بيها على هذا السؤال التعبير دايما إلا الآب ولا أحد لا يشير في معظم المرات إلى الشمولية ما ينفعش أنه يستخدم للإشارة إلى الشمولية بمعنى إيه أقول لكم بعض الآيات لما يقولنا في سفر الرؤية وفي أصحاح تسعتاشر وفي عدد اتناشر يقولنا هذه الكلمات وعيناه بيكلم على الرب يسوع وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو يعني المسيح المسيح عنده اسم مكتوب لا أحد يعرفه إلا هو تيجي بقى على الآية دي وتبني لي بقى يبقى القاب لا يعرف الابن لا يعرف مين قالك الآب لم يذكر في الآية دي والروح الكدس لم يذكر لكن الآب يعلم والروح يعلم ففي نقطة مهمة وأساسية والثلاثة واحد الآب نؤمن بالآب والابن والروح الكدس الله الواحد أمين فكلمة ليس أحد إلا لا تعني الشمولية وما ينفعش ناخد من الآية دي أن الآب لا يعلم وأن الروح الكدس لا يعلم لأن الآب هو الذي أعطى هذا الاسم للإبن والروح الكدس هو الذي يعلن هذا الاسم ويمجد المسيح اللي عايز أقوله أنه ليس أحد إلا لا تعني في كل المرات الشمولية زي ما بنى عليها السائل سؤاله آية أخرى تؤكد اللي أنا بقوله كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب إيه ده واللي روح الكدس ما يعرفش بقى الإبن وتروح باني من الآية دي عقيدة أن الروح الكدس لا يعرف الإبن والإبن لا يعرف الروح الكدس الكلام مش بيكلم عن الروح الكدس هنا لا أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له بمعنى أن الآيات الكتابية بتؤكد أن أوقات كثيرة التعبير لا أحد إلا لا يعني الشمولية المطلقة وما ليه معنى الآية كلمة الرب بتعلمنا أن الروح الكدس كلية المعرفة يقولينا كده في كورونسوس الأولى اتنين فأعلنه الله لنا بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها إلا روح الله طب ومعنى يعني إيه يعرف ويعلن المسيح والكنيسة المسيح جاي والآية الآية اللي ذكرها مرقص في أصحاح 13 عد 32 إنه لا أحد يعرف الساعة إلا الآب هي بتكلم عن مجيء المسيح التاني ومجيء المسيح التاني هو مجيء المسيح للكنيسة مجيء العريس للعروس وعشان نقدر نفهم هذا لابد إن إحنا بسرعة كده في عجالة أوضح حاجة عن الزواج والارتباط في المجتمع اليهود السياق العام لحديث المسيح كان عن مجيء التاني ولكي نفهم هذه الآية نحتاج إلى فهم الخلفية الثقافية المتعلقة بترتيبات الزواج في الهوية اليهودية الزواج كان ترتيب الوالدين للإبن الزواج دايما كان ترتيب العيلة كويس هما اللي بيختاروا للعروس وهم أيضاً اللي بيعلنوا الفرح ومعاد الارتباط والابن بيعيش في بيت الآب وممكن يبني بيت يبني أوضة في بيت الآب extension فوق أو تحت تبقى عيش الزوجية تبقى عيش ايه عيش الزوجية كان من المعتاد أن يحدد الوالد معاد الزواج فالآب يعرف متى يطلب من الابن أن يذهب لكيما يأتي بزوجته للبيت هذا لا يعني أن الابن لا يعلم لكن الاب هو الذي يحدد معاه هذا المعاد وهو الذي يعلن هذا المعاد الابن يعلم أن حفل الزواج يتطلب أمور كثيرة منها إشعار الأحباء والأهل والأصدقاء ومنها أيضاً ترتيب الأكل والموائد والشرب من أجل الحفاظ على احترام وكرامة ومكانة الآب في المنزل من الطبيعي أن يقال أن الآب وحده يعرف وهذا هو مقصد المسيح أن الآب وحده يعرف المسيح يعرف والروح الكدس يعرف وإلى أن نلتقي في معاد وفي حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم